يوماً تلو الآخر يتزايد اهتمام الخبراء والمراقبين الفلسطينيين بما تضعه الصين من خطط وخاصة الخطة الخمسية الرابعة عشر بما تحمله من أهمية لها وللعالم الخطة الخمسية هي محط اهتمام عالمي ومحلي وإقليمي خاصة في الصين لما لها من مكانة في التغيير للعالم والسياسات العالمية الخطة فيها ثلث قضايا جديدة أولاً تعزيز الابتكار وثانياً التنمية المستدامة وخاصة التنمية الخضراء والقضية الثالثة وهي الأهم الذي منذ سنوات تتبعناها الصين وهو السلم العالمي وتهيئة الأجواء للسلم العالمي التشاركي التركيز في هذه الخطة التي تم نقاشها في الدورتين السنويتين على تداول المزدوج وشمولها على أهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى أثر حفيظة الخبراء وتدارسوها عن كثب التداول المزدوج وهذا هو العنوان الرئيسي للخطة الاستراتيجية الصينية التي ستنقل الصين خلال الهدف الذي تم إقراره من قبل القيادة الصينية وهو بناء دولة الصين اشتراكية حديثة متوسطة أنمو مع وصول عام 2035 نجاح الخطة بالشكل الذي وضعت عليه يحتاج لعدة خطوات هامة أولا تعزيز الإصلاح الهيكلي في الصين التوازن ما بين العرض والطلب ثانيا التثقيف والتوعية لداخل الصين في مفهوم التنمية الحديثة ثالثا وهو زيادة الطلب الداخلي ورابعا والأهم هو الاستثمار في التكنولوجيا حتى تكون الصين الدولة الحديثة تكنولوجيا على مستوى العالم هذا يعني أن الصين تتحدث عن نفسها وتحدث عن العالم بشكل عام العالم يهتم بهذه الخطة لأنه حقيقة الأربع أهداف لها مثلما تحدثنا ثنائية الاتجاه داخلية وخارجية اهتمام الخبراء في فلسطين وحتى على مستوى العالم أجمع بالخطط التي تضعها الصين دائما كما هي الخطة الخمسية الرابع عشر سيكون لها انعكاسات كبيرة ليس للصين وحدها بل إنها ستشمل العالم أجمع كما يقولون محمد الصانوري سي جي تي أن العربية رام الله